مبادرة إنسانية أعادت بصيص الأمل لعيون سكنها الألم سعت من خلال جهود كوادرها لتحسين نوعية حياة مرضى العيون في حملة طبية أطلقتها الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين والتي أجرت أكثر من 900 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض الساد للمرضى من مختلف أنحاء المملكة أنا تعرفت على مركز العون الطبي زميلة إلي قالت لي هي كانت عارفة أنه أصلاً أنا عندي ماء بيضاء ولازم أعمل العملية فقالت لي هي سمعت أنه في مركز العون الطبي الفلسطيني بالمنطقة الفلانية روحي شوفي شوفي أقول لك فعلاً روحت أول يوم ثانية مباشرة أقول أنت يعني بدك عملية وعملتها سحب ماء بيضاء وعدسة تمت العملية بكل أريحية يعني كان عدد كبير وبشهله ومشاء الله عالسرية قبل العملية كان نظري سيء لأنه عندي العينتين كان فيهم ماء بيضاء وعملت العملي الأولى والحمد لله تمت بنجاح وعيني ونظري ستة على ستة وعملت التانية برضو على نفس الهلدة برضو الحمد لله رب العالمين نشكر الله والحمد لله كله تمام حملة مكافحة العمى تأتي للمرة الثالثة في مسحان لماد يد العون والإغاثة لمرضى العيون التي تضمنت إجراء الفحوصات واختيار أصعب حالات المياه البيضاء وإجراء عمليات جراحية استكمالا لجهود الحملتين السابقتين والتي أسفرت عن إجراء الفحوصات لما يزيد عن سبعة آلاف مريض نحن موجودين اليوم بعد انتهاء الحملة نحكي بأرقام جدا مميزة جدا جميلة فالحمد لله تم فحص أكثر من 5500 مريض ميدانيا داخل الحملة وتم إجراء أكثر من 943 عملية جراحية لـ 923 مريض وتمكننا من صرف أدوية مجانية ونظرات قراءة كمان للمرضى اللي كانوا محتاجين لإلهم هذه الأرقام هي اللي نستنا تعبنا صراحة بالحملة يعني كانت على مدار أسبوعين إنجازات جدا رائعة الحمد لله إحنا مستمرين حملة وراء حملة كانت آخر حملة عندنا لحملة بصر اللي شفنا فيها عداد كتير كبير غيرنا حياة كتير ناس فيها بس هذا سلسل من الحملات تبعتنا مش بس الحملة هاي كان لنا حملات كتير قبلها وعننا حملات رح يكون بعدها منعمل حملات لأنفؤذن وحنجرة منعمل عملات للعيون بشكل عام منعمل حملات للإختصاص العظام تقديم خدمات رعاية الصحية الأولية من خلال المراكز الصحية الموجودة في مواقع عدة داخل المملكة هدف أساسي بنيت عليه الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين منذ تأسيسها عام ألف وتسعمائة وتسعين تمكنت من معالجة أكثر من مليوني مريض عبر السنوات وبصورة مستمرة بفضل التبرعات الخيرية والدعم المستمر من شركاء الجمعية من مختلف الجهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر